اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عذبهم الله عز وجل بالحر الشديد حتى أهلكهم جميعا منهم وماذا فعلوا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصص الأمم السابقة لنأخذ منها العظاة والعبرة ولنحذر من أفعالهم ومعاصيهم التي كانت سببا في العذاب الذي أصيبوا به من قبل الله عز وجل ومن هذه الأمم أمة كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله وفعلوا المعاصي التي تغضب الله تعالى حتى اشتد الله تعالى عليهم في العذاب فعذبهم الله تعالى بالحر الشديد والزلازل فأرجف الأرض من تحت أقدامهم وأتتهم الصيحة والنار من السماء لتحرقهم إنهم أصحاب الأيكة وهم قوم نبي الله شعيب عليه السلام كانت مملكتهم مدين وهم من العرب الذين سكنوا شمال غرب الجزيرة العربية وقال العلماء إن السبب في تسميتهم أصحاب الأيكة إشارة إلى النعم التي أعطاها الله عز وجل لهم والأيكة هي الشجرة والأيك هو الشجر الملتف الكثيف ووصفت أرض مدين قديما بكثافة أشجارها وبساتينها ولكنهم استبدلوا الكفر بالشكر فأقاموا صرح الظلم والاستبداد فنزع الله عز وجل منهم النعمة بعد أن عاشوا في بلدهم التي كانت تنعم بالماء والشجر الكثيف والحياة الثرية المرفهة فعاقبهم لكفرهم وعنادهم وكان أهل مدينة يعملون بالتجارة فبعث الله عز وجل فيهم نبيه شعيبا عليه السلام يحضهم على عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والمتاجرة الشريفة الخالية من خداع الناس والتلاعب بالموازين والتطفيف فيها قال الله تعالى في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بعث الله عز وجل إليهم نبيه شعيبا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه وكانوا مع شركهم يبخسون الناس أشياءهم وينقصون المكيال والميزان فهم يسيئون في حق الله سبحانه وتعالى بالشرك وعبادة غير الله ويسيئون في حق الناس بالإنقاص في المكيال والميزان فرفضوا أن يسمعوا دعوة نبيهم ورفضوا أن يتركوا المعاصي وآمن بنبيهم القليل منهم ورفض أكثرهم وسخروا منه واستكبروا وقالوا لشعيب عليه السلام كما ذكر الله تعالى في سورة هود أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فانتهى أمرهم أن عاقبهم الله تعالى عقابا شديدا مستأصلا شأفتهم فأخذهم عذاب يوم الظلة ووصف الله عز وجل عذاب هذا اليوم بأنه عذاب يوم عظيم ويوم الظلة ذكر المفسرون أن الله سبحانه وتعالى ألقى على قوم شعيب حرا شديدا يصلاهم في بيوتهم ومساكنهم فلما اشتد عليهم الحر في بيوتهم خرجوا إلى الصحارة وهي ملتهبة بسبب الرمضاء وأشعة الشمس المحرقة وبعد ذلك أرسل الله تعالى سحابة لها ظل ففرحوا بها واجتمعوا تحتها ووجدوا فيها بردا فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم نارا تلظى فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بذلك وهذا يوم الظلة أي الظلة التي أظلتهم بالسحابة الباردة في أول الأمر ثم جعلها الله عز وجل عليهم نارا تلظى نعوذ بالله عز وجل من غضبه وعذابه وشر عباده قال قتادة رحمه الله كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر ويذكر أنهم عاشوا في بلدة مليئة بالماء والأشجار بين الحجاز والشام وكانت حياتهم مرفهة ثرية فأصيبوا بالغرور والغفلة فأدى ذلك إلى الاحتكار والفساد في الأرض وبعث الله عز وجل إليهم نبيه شعيبا عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى ميزة المخاطبة الحسنة والأسلوب البليغ والمقنع حتى قيل إنه خطيب الأنبياء فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وكان ينهاهم عن الغش وأوصاهم بإقامة العدل وبشرهم وأنذرهم وبالغ في وعظهم وإن فعلوا فسينعمهم الله تعالى بعيشتهم ورزقهم وإلا فسيخسرون النعمة ويواجهون عذابا أليما في الدنيا ثم في الآخرة فلم يجبه أكثر القوم إلا بالسخرية والاستهزاء والعسيان واستمر شعيب يجادلهم بلطف وحكمة ولين واجتذاب بالرفق ولكن القوم في الضلال ممعنون وفي الغواية سابحون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال لهم شعيب يا قومي لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم بذلك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من النقمة والعذاب منكم ببعيد فيصيبكم من العذاب ما أصابهم ولما يأس شعيب عليه السلام من استجابتهم هددهم وتوعدهم وقال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم التي أنتم عليها وهذا تهديد شديد إني عامل على طريقتي بالإيمان بالله عز وجل والدعوة إليه وسوف تعلمون من منا ومنكم يأتيه العذاب الذي يخزيه قيل إن نبي الله شعيبا عليه السلام دعا عليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وبتلى الله عز وجل القوم بالحر الشديد لا يروي ضمأهم ماء ولا تقيهم ظلال ولا تمنعهم تلال أو جبال ففروا هاربين ورأوا سحابة ظنوها مظلة عن حرارة الشمس الشديدة وحسبوها ستارا من شدة الحر الشديد فاجتمعوا تحتها وما إن اكتمل عددهم وصاروا كلهم تحت الغمامة حتى بدأت ترميهم بأسراب من الشرر واللهب والنار وجاءتهم الصيحة وعذاب الظلة من السماء وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى زهقت أرواحهم وهلكوا جميعا إلا المؤمنين وقال الضحاك وكان ظلمهم بشركهم بالله عز وجل وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله عز وجل منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة وأما عن طريقة الهلاك والعذاب الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف أنه رجفة وذكر في سورة هود أنه صيحة وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء ثم إن الله عز وجل أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها وأصاب تحتها بردا وراحة فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا نعوذ بالله من ذلك فانتصر الله تعالى لنبيه شعيب والذين آمنوا فأهلك هؤلاء القوم بالصيحة كما في قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود جمع الله على هؤلاء القوم أنواعا من العقوبات وأشكالا من العذابات لما اتصفوا به من قبيح الصفات سلط الله عز وجل عليهم رجفة شديدة وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات وظلة أرسل الله عز وجل عليهم منها شرر النار من سائر الأرجاء والجهات اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وغضبك وعقابك وعذابك ومن شر عبادك اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام مشاهدين لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته